السلام عليكم و الله يسعد أوقاتكم الناس اللي بتستخدم توزيعات مثل أوبونتو، مثل زورين، مثل لينوكس مينت، مثل فيدورا بتلاحظ أنه انت وقت اللي بتشغل الكميوتر إذا كان في عندك قائمة جرب أو ما عنده قائمة جرب قبل ما توصل لشاشة تسجيل الدخول رح يطلع عندك مثل السبلاش سكرين أو شاشة ترحيب اللي فيها رح تشوف عندك لوغو التوزيع اللي عمالك تستخدمها ببعض اللابتوبات بالاعتماد على التوزيع أو على الشركة المصنعة إذا كان بيستخدم UEFI أو BIOS فممكن أنك تشوف لوغو اللابتوب هو HP، هو ASUS، هو أين كان الماركة أو الشركة المصنعة لللابتوب اللي عندك فرح تشوف بحالة أوبونتو أنه بنص الشاشة هاد الشيء شبيه بويندوز بالنص رح تشوف لوغو اللابتوب تحت رح تشوف أوبونتو هلا بحالة Arch Linux باعتبار أنه هي توزيعة مينيمال وهي دويت يورسيلف يعني أنت بتبني التوزيعة بنفسك فهذا هاي الباكيج أو هاد السبلاش سكرين ما لها موجودة لأنه هي السبلاش سكرين بالأساس بيتم إظهارها باستخدام باكيج اسمها بلاي ماوث فاللي رح نعمله بفيديو اليوم أنه رح نثبت البلاي ماوث على Arch Linux رح نشوف كيف ممكن أنه نستخدمها رح نشوف كيف ممكن أنك تغير الثيم اللي بدك ياها أنا رح اعمل هادي الكلام بماكينة افتراضية بس ما رح يكون فيه أي اختلاف يسعى ما لك تعملها على على لابتوب على على كمبيوتر مكتبي وين ما بدك تعملها الخطوات هي هي ورح تحصل على نفس النتيجة ومثل ما حكيت بالاعتماد على اللابتوب اللي عندك ممكن أنك تشوف مع الثيم أو مع لوغو Arch اللي رح نشوف اللي رح نثبته ممكن أنك تشوف لوغو الكمبيوتر أو شركة المصنعة لللابتوب فخلينا أول شي نشوف كيف رح نثبت البلاي ماوث خلينا نجي للترمينال فباعتبار أنه البلاي ماوث ما له موجود على مستودعات Arch الرسمية رح نستخدم الAUR سواء إذا كان في عندي هيلبر أو بدي استخدم الGate لحتى أعمل كلون للباكيج أو للريبو الخاص بالبلاي ماوث الموجود على الAUR وبعدين ثبته بشكل يدوي فرح نشوف الطريقتين هلأ بالنسبة للهيلبر أنا رح استخدم البارو أنت إذا بدك تستخدم ال-YAY أو أي AUR هيلبر ثاني فالعملية رح تكون بنفس الخطوات ما في أي اختلاف فرح قل له paru-ss بالبداية لحتى دور على الباكيج اللي بدي إياها فرح قل له paru-ss plymouth هلأ مثل ما اللي شايف رجع لي كل الثيمات وحتى الباكيج اللي أنا بالأساس بدي إياها فخلينا نشوف بالبداية أنه الباكيج اللي بدي إياها في عندي إما الباكيج العادية أو الباكيج بنسخة ال-GIT اللي هي بتكون بالإصدار الأحدث نحن رح نمشي مع الإصدار العادي فرح قل له paru-ss plymouth طبعا رح رح روح مع الرقم واحد اللي هو ال-default فرح اضغط enter وبعدين رح أقبل أنه يعمل عملية review فرح قل له paru-ss هلأ بضغط Q على الكيبود وبضغط enter بعدين بعطي كلمة السر بعدين بضغط enter مثل ما أنا شايفين تثبيت ال-plymouth بحد ذاته عملية بغاية البساطة مثله مثل أي برنامج أو حزمة على arch طيب إذا ما كان في عندي أي AUR helper وبدي نزل ال-plymouth بشكل يدوي فرح قل له git clone https.slash-slash-aur.archlinux.org slash رح قل له plymouth.get بعدها بقل له cd plymouth وهلأ أنا موجود ضمن ال-directory الخاص بالplymouth رح قل له make pkg space dash si طبعا هي هاي نفس الطريقة اللي أنت بتستخدمها لحتى تثبت ال-AUR helper هلأ رح شوف أنه ما رح يلفز لياها باعتبار أنه البرنامج موجود عندي وقت اللي رح نوصل لقسم التنزيل رح يقل لي أنه ال-package موجودة وإذا كنت بدي استبدلها طبعا هلأ بطل ما لشايف أنه أنا ال-package منزلها فما في داعي أني أرجع نزلها مرة تانية وأنت بالأساس ما لك مضطر أنك تعمل الطريقتين إما بتستخدم الطريقة الأولى أو بتستخدم الطريقة التانية الطريقة التانية مثل ما حكيت بتفيدك إذا ما كان في عندك AUR helper طيب هلأ بعد ما خلصت عملية التنزيل في عندي خطوطين ضروريات وهمين جدا لازم إني أعملهم قبل ما أكون قادر إني أستخدم ال-ply mouth أول شيء لازم إني عد لازم إني ضيف module أو hook للكرنل لحتى تتعرف على ال-ply mouth والخطوة التانية لازم إني عد الملف ال-configuration الخاص بال-group فخلينا أول شيء نشوف شو رح نعمل لحتى نضيف module أو ال-hook للكرنل فرح قل له sudo vim slash etcmkincpu.conf ورح إيجي للقسم اللي فيه ال-hooks ولازم اللي رح ضيفه يكون مباشرة بعد ال-base وبعد ال-udif فأنا رح إيجي بعد هدول الكلمتين رح اضغط i باعتبار أني عم استخدم ال-vim ورح قل له fly mouth هلأ في حال أنت كان نظامك موجود عليه أو عامله encryption فبأحد الأماكن بعد هدول الكلمتين رح تلاقي كلمة encrypt إذا كانت كلمة encrypt موجودة عندك قبل الإنكريبت رح تضيف fly mouth أو رح تستبدل الإنكريبت بال-fly mouth-encrypt وبعدين رح تضيف ال-fly mouth هلأ نحن هوم باعتبار أنه ما في عندي أي encryption فما في داعي أني أعمل هاي الخطوة أكيد رح أترك المقال على ال-arch wiki لحتى تشوف الخطوات اللي لازم أنك تعملها بس مثل ما حكيت باعتبار أنه أنا عندي بس تنزيل عادي ما في لا encryption ولا أي شيء فبعد base و udev ضفت ال-fly mouth هلأ بضغط على نقطتين wq لحتى أحفظ الملف الخطوة اللي بعدها إني قل له sudo mkinit cpio بعدين space-p وبالاعتماد على ال-kernel اللي أنا منزلها إذا كنت منزل ال-kernel العادية أو منزل نسخة ال-lts فرح حط ال-kernel اللي بدي إياها أنا بحالتي منزل ال-kernel العادية فرح قل له make init cpu-p linux ورح يرجع يعمل عملية regeneration لل-kernel اللي عندي هاي منكون خلصنا من ال-hook الخاصة بال-kernel الخطوة اللي بعدها أنه نعدل ملف اللي grab أو ملف ال-configuration الخاص بال-grab فرح قل له sudo vim space slash etc slash default slash grab بنهاية السطر رح ضيف أول شي رح ضيف كلمة splash وبعدين رح قل له vt dot global underscore cursor underscore default يساوي صفر كمان هدول رح يكونوا موجودين بنفس المقال أو بنفس رابط ال-wiki اللي رح أتركه ورح أتركها بسندوق الوصف فهلأ بعد مضفة هدول الأمرين أو هدول هاي الكلمات الضرورية رح أحفظ الملف بنفس الطريقة بال-wq هلأ بعد ما عدلت الملف لازم أني أرجع أعمل عملية regeneration للconfiguration الخاص بال-grab فرح قل له sudo grub dash mk config space dash o slash boot slash grab slash grab dot cfg هلأ بعد ما عملت ال-regeneration لازم أني أعمل إعادة تشغيل للنظام فرح قل له reboot هلأ بعد ما عملنا إعادة التشغيل رح أقول له sudo plymouth dash set dash default dash theme space dash l لحتى أشوف شو هي الثيمات اللي موجودة عندي فهلأ مثل ما اللي شايف أنه في عندي عدد من الثيمات اللي بتيجي مبنية بشكل default مع الحزمة اللي نزلناها هلأ أنا لحتى أشوف الأفكت بشكل واضح رح أختار اللي سبين في نيتي لأنه بعرف أنه هاي رح تعطيني الشكل اللي أنا بديها بعدين منشوف كيف ممكن أنك تختار فيما تانية فرح قل له sudo vim slash etc slash plymouth slash plymouth dot conf رح إيجي للقسم أو للسطر اللي موجود فيه theme رح إيجي للسبينر اللي هي الافتراضية ورح غيرها للسبين finity ورح أحفظ الملف وسكره بعد ما غيرت الثيم لازم أني أرجع أعمل عملية إعادة توليد للكرنل من أول وجديد فرح أرجع له sudo mknecpio-p كمان بختار الكرنل اللي عندي سواء النسخة العادية أو نسخة LTS فهلأ رح أعمل إعادة توليد للكرنل هلأ إذا أشيت وقلت له أعملت له إعادة تشغيل فمثل ما لي شايف أنه طلعت عندي الsplash screen صحيح هي كانت بشكل سريع بس طبعا هلأ إذا أنت كان عندك جهاز لنقول أنت شغال على هارد ديسك عادي فأكيد رح تكون عملية الإقلاع أطول رح تاخد وقت أطول ورح تقدر أنك تشوف الsplash screen بشكل أسرع فهلأ خلينا نشوف الخطوة الأخيرة اللي رح نعملها كيف ممكن أني أحصل على الثيمات مختلفة للply mouth فهلأ إذا رجعنا للترمينال وكمان إذا رجعت استخدمت البارو ورح أقل له dash ss play mouth رح شوف أنه في عندي عدد كبير جدا من الثيمات اللي ممكن أني أستخدمها فمثلا عندي play mouth dash theme dash arch linux في عندي ال bgrt dash cactus في عندي ال spinner فأنا ممكن أني أستخدم أي وحدة من هاي الثيمات حتى في عندي ال apple dash mac dash ply mouth إذا أنت كنت بتحب التفاحة فممكن أنك تستخدمها بعد ما تنزل كل وحدة من هدول الثيمات رح ترجع تقل له sudo play mouth dash set dash l لحتى تشوف شو هي الثيمات اللي نزلت عندك لحتى تعرف شو اسم الثيم اللي رح تطبقها فهلأ نحن مثلا صح رح نكون مثلا نزلنا ال apple dash mac بس وقت اللي رح تنزلها وقت اللي رح تعمل ال dash l رح يطلع اسمها ممكن أنه يطلع بشكل مختلف بقائمة الثيمات المتاحة يعني صحيح أنه الباكيش اللي نزلناها ما بتضيف لل productivity أي شي يعني أنا ما بستفيد منها إلا لحتى أني ضيف لمسة خاصة أو طابع خاص لللابتوب أو لنظامي بشكل عام يعني لحتى يكون مميز أو يكون شخصي بشكل أكتر بس إذا عجبكم الفيديو فمثل العادة لا تنسوا ضغط زر الإعجاب ومشاركة المحتوى مع أصدقائكم وصحابكم للناس اللي بتحب التخصيص واللي بتاعها Arch فحتى نشوف كيف ممكن أنه نخصص كمبيوترنا أو نظامنا بطريقتنا الخاصة بالنسبة للأشخاص غير المشتركين إذا شايفين المحتوى مفيد وممتع فلا تنسوا ضغط زر الإعجاب لحتى نكبر مع بعض يوم ورا يوم آراءكم وتعليقاتكم مثل العادة تركوا لي إياها بقسم التعليقات لحتى أقدر أني جاوب عليها بلتقي فيكم بالفيديو الجاية وبأمان الله